السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي نتكلم اليوم في هذا الفيديو عن الفلو سبيد دينسيتي ريليشنشيبس أوف فيكولز يعني هنتكلم عن العلاقة ما بين الحجم المروري أو عد المركبات اللي تتمر خلال فترة زمنية وسرعة المركبات وكثافة المركبات اللي تتمر في مقطع طول L كيلومتر من الطريق جدا مهم نهتم لهذا الموضوع رغم أنه هذا الموضوع هو ما نقول أنه يعتبر من المواضيع البسيطة ولكن من المواضيع المهمة للمهتمين بهذا المجال أن يفهمون ما هي دور الفلو والسبيد والدينسيتي وما هي علاقتهن بالمركبات يعني لازم نفهم المفهوم مالتها شون دا يصير بواقع الحال يعني بواقع الحال احنا من نطلع اريد نسوي فد عدل المركبات طيب انا سوي عدل المركبات اذا ما عندي فد خبرة او ما عندي فد فهم لهذه المواضيع ما راح اقدر اربط بها ولا اقدر احصل على هذه العلاقات المهمة طيب فلو نيجي بالبداية احنا حنتكلم فقط عن الشارتات المهمة الشارت الاول اللي هو يوضح لك العلاقة ما بين الفلو وما بين الدنسيتي وما بين الدنسيتي of vehicles الفلو يقاس بوحدات ال vehicles لكل hour لكل ساعة يعني ذي الزمن عدد المركبات لكل زمن اما الدنسيتي فيقاس بوحدات vehicles لكل كيلوميتر يعني او لكل مائل يعني يقاس بوحدات عدد المركبات على وحدات الطول الخاصة بالطريق طيب ده تشوف هنا هذا الكيرف الواضح امامك بالبداية الطريق فارغ وانه حركة الفلو او حركة المركبات اللي ده تصير عادة تزداد هاي الحركة ده نشوف هنا تزداد هذا الحركة الى ان تصل الى البيك تزداد هاي الحركة الى ان تصل الى البيك هنا الفلو عالي يزيد تدريجيا الى ان يوصل الى 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 اللي هو الـ Q ماكس طيب خليني افهم شوف احنا هنا كانت صفر يعني صفر Q صفر K هنا في نقطة B وصلنا لما كان الفلو هو Flow B كانت K B طيب المركبات في حالة حركة تستمر مركبات لكن اش دي يصير دي يزيد العدد في نفس الوقت دي يصير كثافة عندي دي يصير عندي كثافة اذا زيادة بالكثافة فبالتالي بزيادة الكثافة لمقطع الطريق يعني دي يزيد عدد المركبات خلال نفس السكشن اش دي يصير عندي دي يصير عندي في نفس الوقت زيادة في الفلو الى ان يوصل الفلو الى حاله طبعا هنا فلو 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 هذا راح نسمي Q Max يبدي الفلو او يبدي حركة المركبات في تناقص تدريجي يعني شنو انه اكو كثافة اكو كثافة للمركبات لكن الفلو وصل الى حاله بدي يقل تدريجيا يقل تدريجيا لو نجي نتخيلها انه صارت مركبات مقطعة من الطريق نقول واحد كيلومتر كان الفلو كانت بالبداية تصير بيش قد مية مائتيين ثلاثمائة سيارة ربعمائة سيارة وصلت الى مرحلة خمسمائة ستمائة سيارة سبعمائة سيارة الى ان وصلت الى حاله بدت الفلو يقل معناها انه نفس مقطع الطريق حيتحمل كثافة اكبر فبالتالي بالتأكيد حيصر هنا الزحام وتصر الى تقل الى ان توصل الى ما يسمى بالجام دينسيتي الجام دينسيتي يعني كي جي جام دينسيتي اللي هي شنو بتكون بأعلى كثافة وبأقل الفلو يعني الفلو خلص معناها اذا وصلنا هنا الى مرحلة القفل قفل الطريق وبالتالي صار عندي ما يسمى بالجام دينسيتي انه المركبة خلص صار قفل للطريق وقف وقفة الحركة وبالتالي صار عندي اعلى كثافة والفلو وصل الى الصفر طيب لو نروح على العلاقة الاخرى اللي تربط ال سبيد بال دينسيتي طبعا هاي العلاقة هي علاقة لمودير رياضي انسمي بالغرين شيلد واحد من العلماء اللي وجدوا هاي العلاقة الغرين شيلد اللي هو علاقة الكثافة ب علاقة الكثافة بها السرعة طبعا هاي هي السرعة وهاي هي الكثافة وهي علاقة خطية افترضها بانه علاقة خطية ما بين ال وما بين الكثافة انه في نقطة الصفر في نقطة الصفر لما بالبداية انا عندي شنو عندي يوقف هذا هذا يوقف معنا free flow speed معناها ان المركبات حاليا بسرعة عالية ليش لان الطريق بعد فارغ بالتالي بعد الطريق فارغ كل ما تزداد كل ما تزداد السرعة عالية السرعة عالية تبدي شو سوي تبدي السرعة تقل تبدي السرعة تقل تبدي السرعة تقل ليش لان عدد المركبات تزيد اسوة بالعلاقة السابقة ما بين الـ أو ما بين الـ وما بين الـ فبالتالي الـ سنتوصل إلى القفلة لها jump density ستكون السرعة في هاي الحالة صفر بينما بالدداية free flow speed ممكن تكون سرعة المركبات 120 130 كيلومتر بالساعة ولكن كل ما تقل كل ما يكون عندك كثافة مغلقة العلاقة الأخرى هي علاقة السرعة بالفلو أيضا هي هاي مشتقة كعلاقة ثالثة السرعة بالفلو أيضا أنه بالبداية يكون الفلو يزداد تدريجيا الفلو يزداد تدريجيا إلى أن يوصل إلى الكيو ماكس تكون هنا السرعة جيدة تبدي هاي السرعة إلى أن توصل إلى مرحلة يكون بيها الكيو ماكس إلا يكون يكون عن كونجست بأعلى ما يمكن حتكون الدينسيتي صفر ولما تكون الدينسيتي بأعلى ما يمكن حتكون السرعة صفر فبالتالي هنا راح نفترض أنه العلاقة عكسية وهذا اللي أقول لكم عليه أنه أنت لازم تفهم هذه الأمور وهذه الناصر المهمة حتى تقدر تسوي دراستك وتلخص عملية التحليل وإجراء الحسابات بكل تفصيل إن شاء الله سنجيكم في محاضراتنا القادمة عن الموديلات اللي هو Green Shield وGreenberg وهناك موديلات كثيرة في العالم المتطور وشيئا فشيئا راح نفهم كل تفاصيل شكرا جزيلا لكم